اهلا بكم الى لقاء الاولى الذي نستضف فيه الليلة من الرباط الكاتب العام للمنظمة ديمقراطية للشغل علي لطفي حيث نناقش معه اضراب النقابات العمالية في المغرب احتجاجا على سلسلة من القرارات الحكومية نظمت اربع نقابات مركزية مقربة من احزاب سياسية معارضة في المغرب اضرابا عاما في المؤسسات والادارات الحكومية وبينما قالت النقابات ان الادراب كان ناجحا قالت الحكومة انه لم يؤثر على سير مرافق الادارات العمومية ولم يؤخر مصالح الموطنين في مؤسسات الدولة مرة اخرى تعود ازمة صناديق التقاعد الى الواجهة هذه الصناديق المهددة بالافلاس ولو بعد حين قررت الحكومة المغربية التفكير في كيفية التصدي لازمتها ووضع خطط لانقاذها من الافلاس مجرد التفكير اغضب بعض النقابات التي دعت الى اضراب وطني تقول انه كان ناجحا وان نسبة لاستجابة فاقت الثمانين في المئة استجابة لنداء الاضراب الذي دعت له ثلاث مركزية نقابية بالموازات مع الاضراب التعليم العالي كان استجابة واسعة وكبيرة جدا وخلافا لما كان منصدرا حتى من طرفنا كمنظمة نقابية نقابات اخرى من بينها الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية المتزاعم للحكومة لم تشارك مؤكدة انه لا اهداف سياسية لا نقابية نحن في الاتحاد الوطني للشعر المغرب لسنا مقتنعين بالحيتيات ولا بالدواعي ولا حتى بالاهداف التي من اجلها اعلنها الاضراب ولذلك خاصة حينما ربط الاضراب بقضية التقاعد بالمناسبة التقاعد بقي تحجم هي نهائية ويتزمل الاضراب مع تصاعد النقاش حول ازمة نظام المعاشات الذي تشرف عليه اربعة صناديق من المفترض ان احدها قد بدأ في مرحلة العجز فيما ترفض النقابات المساسة بتعوضات المتقاعدين او رفع مساهمات العاملين او مد سن التقاعد ما يرفع اهتمالات الصدام المستقبلي يختلف تقييم نجاح او فشل الاضراب بين النقابات بعضها البعض لكن ما هو اكيد هو ان هذا الاضراب مؤشر على استمرار توتر العلاقة بين الحكومة وبعض النقابات بخصوص الاصلاحات التي تمس هذه النقابات بشكل مباشر من سيد ياسينس كانوز عربية الرباط اذا من الرباط ينضم الينا رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي سيد علي مساء الخير الزميل يونس في التقرير تحدث بشكل عام عن الاهداف الرئيسية للاضراب اودا اسألك اطلب منك ان توضح لنا بصورة اوسع واشمل الدواعي التي دفعت بكم الى خوض هذا الاضراب والاهداف التي تريدون تحقيقها من خلالها بداية شكرا على الاستضافة بالفعل وكما اشرتم الى ذلك في هذا التقرير الدواعي والاسباب هي متعددة تعلق الامر بمواصلة الحكومة الزيادة في اسعار المواد الغدائية الضرورية والمعيشية وكذلك الزيادة في اسعار المحروقات ومؤخرا زيادة في اسعار الماء والكهرباء الذي كان له وقع كبير على القدرة الشرائية لكافة الشرائح الفقيرة والمهمشة وكذلك الطبق العامل والطبق المتوسطة في المجتمع المغربي لكن نقطة التي افضت الكأس هي قضية التقاعد بالفعل هناك هجوم غير مسبوق على القدرة الشرائية للطبق العامل المغربية وذهبت الى اقصى الحدود بالمساس بمعاش المتقاعدين علما اننا في المغرب فقط 30% من الفئة النشيطة تستفيد من نظام التقاعد ما تبقى من الفئة النشيطة لا تستفيد من دولار واحد حتى بعد بلوغها السن ستين بمعنى اليوم الحكومة تريد ان تضيف خمس سنوات بعد ستين سنة وكذلك التقليص من قيمة اجرة المعاش وهذا ما نرفضه ونندب به وهذا ما دفعنا كذلك للخروج الى القرار هذا الاخير ديال الاضراب ومعنا مركزية نقابية اخرى بالاضافة الى الاضراب الذي خضه رجال تعليم العالي لمدة 3 ايام بسداء من اليوم بمعنى اخر هناك خيارات حكومية تفقيرية وظالمة في حق الشعب المغربي وكذلك بالنسبة للطبقة العاملة المغربية بالتأكيد هناك مظالم ومشاكل كبيرة يواجهها المواطنون المغاربة حاليا على الصعيد الاقتصادي بشكل مهم وهذا ما ركزتم عليه في هذا الاضراب ولكن اود ان اسألك ممدى الاجماع الذي حضيتم عليه في قرار خوض هذا الاضراب يعني سواء بالنسبة للنقابات المشاركة معكم والنقابات الاخرى التي لم تشارك وايضا هل لديكم فكرة عن وجهة نظر المواطن العادي هل يدعم هذا الاضراب او لا يدعمه النظام التقاعد يهم فقط الموظفي الادارة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعة المحلية الاستجابة لنداء الاضراب كانت واسعة جدا الموقف ديال اطراف الاجتماعية في المغرب بخصوص ازمة التقاعد الكل متفق اليوم على ان صنادق التقاعد الاربعة تعيش ازمة خانقة لكن سببها الحقيقي هي الحكومة التي كانت ولمدة 15 سنة لا تؤدي ما بدمتها من حقوق لصالح هذه الصنادق بمعنى اخر ان هناك كانت اقتطاعة من اجور الموظفين والاجراء لصالح هذه الصنادق لكن الحصة اللي هي مخصصة للحكومة لم تكن تؤديها مما عمق من ازمة هذه الصنادق وجعل الان في حالة افلاس انتم لكن نرفض ان تكون المعالجة على حساب جيوب الطبق العاملة والموظفين والاجراء في هذا الوطن بمعنى اخر ان الازمة هيكلية ازمة بنيوية على الحكومة ان تكون لها اندرش مولية لمعالجة منظومة التقاعد ككل وليس بطريقية تجزئية ارتجالية ستؤدي في اخر المطاط الى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين اللي هي مضمرة اصلا طيب ان انطراب تملك ان تعطينا فكرة عن النقابات المشاركة في هذا الادراب والمدة التي تنون ان تخوض خلالها الادراب المركزية النقابية التي شاركت في هذا الادراب هي المنظمة الديمقراطية للشغل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل وهناك مركزيتان نقابيتان تعتبران من ضمن اقوى المركزيات في المغرب تهدد الان بالادراب العام في القطاع العام والقطاع الخاص بمعنى اخر ان كل المركزية النقابية مجتمعة اليوم على ان المخطط والاختيارة الحكومية بخصوص اصلاح منظومة التقاعد هي ارتجالية وستؤدي في اخر المطاط الى المساس بالحقوق والمكتسبات ديال الطبق العامل المغربية وهذا ما نرفضه ونندد به وسنواجه بكل اسالب المشروع السلمية والمسؤولة بما في حق الادراب لانه حق دستوري ولا يمكن لحكومة التي جاءت بها رياح ما يسمى بالربيع العربي لتضمنا كل ما حقناه من مكتسبات سيد علي انت قلت قبل قليل ان كل النقابات سواء مشاركة او تنوي المشاركة او تتعاطف معكم في هذا الادراب ولكن حسب منعنا ومشاتنا في التقرير ايضا الاتحاد العام للشغل التابع للعدالة والتنمية الحزب الذي يقود الحكومة حاليا لا يشارك ولا يشاطركم الرأي في هذه المطالب هذا من المسلمات لانه المركزي النقابية التي لها الوصاية الحزبية حينما تكون في المعارضة ترفع شعارات تنديد والاحتجاج وحينما يكون حزبها في سدة الحكم يتغير خطابها الا ينطبق هذا ايضا عليكم؟ لا نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نقابة مستقلة بمعنى ان مناضلها ينتمون لعدة احزاب ولعدة تيارات لسنا نقابة اي حزب المنظمة الديمقراطية للشغل مستقلة عن الاحزاب لكن هذا لا يعني انها نقابة خبزية بمعنى اخر انها تشارك في كل القضايا ديال الوطان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بانها ترفض ان تكون نقابة خبزية فقط طيب قد يقول قائل يدافع عن الحكومة او على الأقل يتفهم تصرفاتها الحكومة تحاول الاصلاح المالي والاقتصادي وليس لها طريق اخر الا تصرف بالطريقة التي تصرفته انت متابع طبعا لما يحدث في الدول التي تعاني مشكل اقتصادية اخرى سواء عربية او اوروبية هناك حكومات اتخذت اجراءات اكثر شراسة مما حدث في المغرب والمعارضة تتفهم والنقابة تتفهم والمواطن يتفهم لماذا لا تعطون الحكومة في المغرب فرصة للعمل وانجاح مشاريعها الاقتصادية معك من الاسف الحكومة في المغرب عطلت كل شيء عطلت الدستور دستور 2011 لم يتم تنزيله الى اليوم بما في القوانين التنظيمية في المجال الاقتصادي هناك عجز مزمين هناك ازمة اقتصادية على مختلف المستويات المقاولة المغربية تشتكي تراجع الاستثمارات العجنبية الاستثمارات العمومية تقلصت بشكل كبير التقليص من التوضيف بمعنى اخر اليوم وصلت عشرين في النسبة البيطالة دي الخريجي الجامعة وصلت الى ازيد من عشرين في المائة كل مجالات هناك تخلف كبير بمعنى المشكل الحقيقي في الخيارة السياسية للحكومة الخيارة الاقتصادية للحكومة وضعفها في مواجهة هذه الاختلالات كنا نتمنى ان تكون هذه الحكومة في مستوى تطلعات الشعب المغربي وتلبيات الحاجية دياله الضرورية ولكن هل تتوقعون بيانت عن عجزها سيد علي هل تتوقعون الان ان تتراجع الحكومة عن خطواتها تلك وهل تتوقعون فعلا ان تتوصلوا الى نقطة تجلسون فيها للحوار مع الحكومة هذا ما تمناه لسنا نقابة ترفع شعار الاضراب من اجل الاضراب نتمنى ان تعود الى طاولات المفاوضات الى مأسسة حوار اجتماعي جدي بنا يفضي الى حلول اللي هي مقبولة من جميع الاطراف سواء من النقابات والحكومة وارباب العمال لان هدفنا هو الدهاب بعيدا في استقرار المغرب ليش من اجل تأجيز الصراعات او الدفع بعدم استقرار بل بالعكس نحن نؤمن ان الحوار هو الذي سيؤدي الى معالجة المشاكل لكن الحكومة اليوم وفي هذا الظرف بالذات تتخذ قرارة انفرادية بشكل انفرادية قرارة ارتجالية قرارة تجزئية تؤدي في اخر المطاف الى تأجيز الصراع والى الاضرابات ليمكن الاضراب ديال التعليم العالي والاضراب ديال ثلاثات المركزية النقابية غدا سنسمع باضرابات اخرى في قطعة اخرى لذا نقول لها عليك العودة الى طاولات المفاوضات هناك حوار اجتماعي يجب مأسسة هذا الحوار اشتراك الجميع على ماء الدستور الجديد يقر بذلك في جميع البنود التي تهموا دور النقابات في الحوار الجماعي شكرا جزيلا لك سيد علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل من الرباط يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح اصيراتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة